السلام عليكم والحمد لله هنيئا هنيئا ألف ألف مبروك للبطل العالمي والأولمبي المغربي سوفيان بقالي يعني مجهود جبار خرافي كان مجهود تاكتيكي بدأ السباق في الأواخر يعني كيتبع البطل الإتيوبي وكراقب التحركات دياله بدأ مع الأواخر وبدأ كيتقدم شيئا فشيئا أغمى أن الكينيين الأبطال الثلاثة الكينيين حاولوا يديروا واحد الكوكبه في مقدمة السباق باش يمنعوا تقدم البطل الإتيوبي والبطل المغربي لكن في شلوف هذه المسألة تقدم البطل الإتيوبي وبطبيعة الحال يعني تبعو البطل المغربي الحمد لله كانت نهاية سعيدة وسعيدة جدا قبل الحاجز المائي الأخير تقدم السوفيان بقالي بواحد سرعة كبيرة وبطبيعة الحال تجاوز البطل الإتيوبي اللي مقدش باش يتبعوه وفي هذاك الحاجز الأخير يعني سقط أحد الأبطال الكينيين الثلاث وبطبيعة الحال بقال سوفيان بقالي البطل الإتيوبي بواحده في السباق وتقدم البطل المغربي سوفيان البقالي للفوز ببطولة العالم ألف ألف مبروك للمغربي وللعرب والأمازيغ ولجميع محبي وخاصة محبي البطل المغربي سوفيان البقالي هنيئا هنيئا لنا وإن شاء الله كانت منه تكون هناك إنجازات أخرى لأنه للأسف الأبطال المغاربة في ألعاب القوى ما بقوش في مستوى دي التوقعات لأن المسافة اللي كان يتميز بها المغاربة الالف وخمسمية متهل توحد للفينال للأسف الشديد كانت منه أن سوفيان البقالي إيجال قاطرة ديال رياضة ألعاب القوى المغربية وإن شاء الله نشوف نتائج مبشرة فمستحبل من الأيام هنيئا هنيئا للمغاربة وألف ألف مبروك لسوفيان البقالي